موسيقى سلام الله عليكم موجز الأخبار من قناة تني من القاهرة أهلا بكم توقع البنك الدولي وصول النمو في مصر إلى 5.8% في عام 2020 وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حرر سعر الصرف ورشد دعم الطاقة وزاد الحماية الاجتماعية جاء ذلك خلال تقرير نصف سنوي بعنوان اقتصاد جديد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشهد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم بنجاح مصر في الاستثمار في رأس المال البشرية وخفض دعم الطاقة جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين المنعاقدة في مدينة باري الإندونيسية والتي شارك فيها كل من وزيرة الاستثمار سحر نصر ووزير المالية محمد مهيط استعد اليوم الفلسطينيون للمشاركة في فعاليات جمعة انتفاضة القدس رفضا للحصار والإغلاق على الحدود الشرقية لقطاع غزة ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية دعتها للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطرق بعض ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود قتل اثنان من عناصر الحجد الشعبي جراء تفجير جنوبية محافظة كركوكا العراقية حسب ما أفاد مصدر أمني وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت لدى مرور دراجات نارية يستقلها اثنان من عناصر الحجد الشعبي ما أدى إلى مقتلهما في الحال طلبت روسيا الدول الغربية بإقراج عناصر الخوذ البيض من إدلب وعمومي سوريا باعتبارهم وفقا لتعبيرهم مصدر تهديد لسوريا قال مندوب روسيا في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي دعت إليه موسكو قال إن وجود الخوذ البيض هو مصدر تهديد مضيفا أن إبقاءهم في المجتمع ليس فكرة جيدة يمثل اليوم أمام المحكمة التركية القصة الأمريكية أندرو برانسون الذي أثار احتجازه في تركيا أزمة دبلوماسية بين أنقارة وواشنطن وسط ضغوط أمريكية للإفراج عنه وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيدرين هورت أوضحت أن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق صراع أندرو برانسون القصة الأمريكية المحتجزة في تركيا انسحبت المسؤولة التنفيذية من بنك جولمان ساكس دينا باول من دائرة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وفقا لمصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية وأوضحت أن المصادر أن باول أبلغت الرئيس دونالد ترامب هاتفيا بأنها تشرفت بأي يجري النظر في توليها المنصب لكنها تخطط للبقاء في جولمان ساكس اقترحت روسيا على الولايات المتحدة تقديم ضمانات خطية بعدم تدخل البلدين في شؤون بعضهما البعض مع التأكيد على استعداد موسكو لإعطاء مثل هذه الضمانات في أي لحظة جاء ذلك وفقا لما أعلنه مدير قسم أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية مشيرا إلى تغاضي واشنطن عن ذلك الاقتراح ورفضه بشكل قطعي لقي ما لا يقل عن 31 شخصا مصرعهم جراء انهيار أرضي عند سفح جبل الجون شرقية أوغندا ما تسبب بدمار كبير في البلدة المجاورة وقال مفاوض إدارة الكوارث أن الانهيار الأرضي وقع في بلدة صغيرة عند سفح الجبل حيث تعد تلك المنطقة القريبة من الحدود مع كينيا معرضة للانهيارات الأرضية اختم الموجة السلامة من الله عليكم ورحمة الله وبركاته